شفنا شكل تاني سواء هجومي أو دفاعي شفنا للناس اللي بتبص بقى وبتشوف وبتحلل وبتفهم ومعظم جمهورنا بيفهم إن ما كانش كله بيفهم شفنا دينامو في وسط الملعب شفنا إزاي المساندة الهجومية بتتعامل في الأوقات الصح شفنا إزاي المساندة الدفاعية بتتعامل في الأوقات المناسبة شفنا فعلا قد إيه غياب عمر السلية كان مؤثر جدا في صفوف منتخب مصر في مباراة نيجيريا مع العلم إن كمان ده نصف مستوى عمر السلية عمر السلية جاي من إصابة وإحنا كلنا ما كناش متوقعين إن هو يلعب المباراة الفاتح إصابة جامدة جدا ولكن هو عنده من العزيمة والإصرار والروح والرجولة اللي تخليه يدوس على أي حاجة زيه زي أكرم توفيق زي أيمن أشرف زي معظم الناس اللي بتنتمي للنادي الأهلي واللي بتلعب بروح عشان خاطر الفانيلا اللي بتلبسها الفانيلا بتلبسها ولما تلبس فانيلا منتخب مصر دي حاجة غالية جدا 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 شفناه في الدفاع مقاتل جدا تحس إن هو مدافع أصلا مدافع وفي الهجوم صنع أهدافه وصنع فرص تحس إن هو الراجل ده مخلوق علشان يلعب وراء الفراودة شفنا دور عمر السولية في وسط الملعب الماتش اللي فات كان دور كبير جدا 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 وفعال صاله وجال في نص الملعب تشوفه قدام تشوفه وراء تشوفه في نص الملعب في النص ما تعرفش هو بيلعب إيه هو بيلعب في كل حتة في الملعب وبعدين ما بيتكلمش لو بصيت عليه حد اللي عيب له كرة غلط ما بيتكلمش بحاول يجيبها الكرة تقطعت منه بيحاول يجيبها عمل جول عالمي لمحمد صلاح يعني الناس كلها الناس كلها ما كانت متوقعة إنه يعملها بالشكلة ده يعني أنا واحد من الناس كنت متوقع إنه هو يعدلها نفسه يشوت إنما هو بيعمل الغير متوقع يعني بصراحة عمر السلية لو سبته الواحده في نص الملعب حيديك بنص الملعب كل بصراحة أنا مش عايز مش عايز أتكلم عن مين كان بيلعب في نص الملعب أنا بتكلم عن دور عمر السلية لأن عمر السلية كان دوره واضح جدا 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 الماتش اللي فات لو بقول لكم بقول لحضراتكم لو تتذكروا الفرق في وسط الملعب ما بين مباراة نيجيريا ومباراة غينيا هتشوفوا قد إيه أداء المنتخب اتغير بنزور عمر السلية أو غياب عمر السلية ماتش نيجيريا السلية رمانت ميزان فعلا في وسط الملعب عقل مفكر اللي هو أنا كمدير فني أو كمدرب بابني عليه الخطة هو بيسيطر في نص الملعب على زمان من الأمور أمتى يهدي؟ أمتى يسرع؟ أمتى يتقدم؟ أمتى يتأخر؟ أمتى يساعد يعمل مساندة هجومية؟ أمتى يرجع يعمل مساندة دفاعية؟ بصراحة لعيب وأنا بقول له حضراتكم أنه هو عمر السلية يعني بعد الإصابة 50-60% من المستوى اللي احنا شفناه الماتش اللي فات وهو أفضل من كده كتير إنما هو بأداءه ده كان مميز جدا 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 الماتش اللي فات لو تفتكروا عشان أنا بقول له حضراتكم أنه هو بيعمل حاجات غريبة مش متوقعة أنا واحد من الناس كنت متوقع أنه هو هيعديها لنفسه شوية عديلها لنفسه شوية ويقربوا يشوت لو تفتكروا حضراتكم ماتش الأهلي والزمالك الجول الشهير اللي محمد شريف جاب الجول منه كرة عمر السلية محدش كان يتوقع أبدا أن عمر السلية يعملها من وراء رجليه بالإسلوب ده ولا بالطريقة دي ولا تقول كمان وهو بيعملها كده هو شايف شريف لا هو بيلعب بالإحساس ولكن عملها حاجة محدش متوقعها أبدا هو ده عمر السلية واللي هو كمان بإذن الله رب العالمين لما يخش في الفورمة ويرجع لمستوى بسرعة حيأثر جدا على مستوى منتخب مصر دي أهدف مؤثرة كتير